الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كثروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل يسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سره وجهره ويعلم ما تكسبون وما تحديهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها محرطين فقد كتبوا بالحق لما جاءهم فسوف يحديهم أنباء ما كانوا من يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذي أكثروا إن هذا إلا سكر مبين وقالوا لولا أنزلنا ملكا لخطي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا فيه يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم ينظروا كيف كان عائمة المكذبين قل لمن ما في السماء والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجب عنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله من سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون من المشركين قل إني أقام إن عصيت ربي عذاب يوم وظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاتف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم القبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أينكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إذا هو واحد وإنني بريء مما تخركون قل الله الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون